تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب نسهل والنشر بشأن الاجتماعي حيث أدى ضيق الحال بمحمد ولعدة سنوات إلى إيجاد طريقة لتوفير لقمة العيش حيث لجأ هذا المواطن إلى استعمال براكة من القش والبلاستيك ونصبها على قارعة الطريقة وانتظار صدقات المحسنين من عابري الطريق التقرير لديار بن داود هنا وعلى قائعة الطريق الوطني رقم 23 جنوب ولاية تيارت يتردد هذا المواطن كل نهار ولأكثر من خمس سنوات بما يسميها بالبراك ينتظر صدقات المحسنين من أصحاب المركبات العابرين لهذا الطريق سنوات عديدة بحرها وقرها قضاها محمد هذا المعاق بهذا المكان كان أشدها عليه في أيام شهر رمضان محمد هذا الرجل الوحيد وبدون عائلة يطالب من الجهات الوصية التكفل به من أجل توفير الحياة الكريمة له وإنقاذه من واقعه المر الذي بات كابوسا ينغس عليه حياة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم